حجر رشيد وتوقفنا عند رأس نيفرتيتي وأنا عارفة طبعاً أن فيه في المصر حالياً وفيه الدكتور زهي حواس كامل مشارك في هذه الحاملة بشكل كبير أن احنا بنحاول في مصر أن احنا نستعيد يعني هذين الأثارين المنتهى الأهمية بالنسبة لنا احنا كتاريخ مصري وبالنسبة للعالم كله هل ممكن ده يحصل؟ احنا في كولية الأثار لطراث الحضاري عندنا مشروع بحثي مشتغل مع طلاب في دار الوثائق القومية لكتابة سردية تاريخية مختلفة عن إزاي القطع الأثرية دي خارجت فمن الشغل بتاعنا للقناة أنه أول حاجة أنه اتفاقية انسحاب أبو إير بين بريطانيا وفرنسا المادة رقم 16 بتقول أنه حجر رشيد زي 16 حجر تانين يتم تسلمهم من فرنسا للجيش المشترك الجيش المشترك اللي كان من بريطانيا وبين العثمانيين فمع الإناش أي حاجة بتقول أنه السلطان العثماني تنازل عن حقه في 17 قطعة دول منهم حجر رشيد لبريطانيا فده معناها أنه ملكية حجر رشيد ما زالت مصر ما زالت غير يعني هي اللي هي ملك بريطانيا ودلوقتي الجيش المشترك ده انفض بعد مصر فده يخلي أنه ملكية بريطانيا للحجر مشكوك فيها تماما غير أنه كان في قرن 17 فيه اتفاقية اسمها اتفاقية وستفاليا اتفاقية وستفاليا دي كانت بمنع أنه يتاخد كغنائم حرب أي قطع ثقافي أو أثاري وعشان كده مثلا نابوليون لما رح سرق الفاتيكان عشان يجيب فلوس كفاية يجي بيها حملة مصر إيطاليا قدرت ترجع الأثار اللي سرقها نابوليون من إيطاليا تاني ومجب الاتفاقية دي فإحنا عندنا خنائت قانونية نقدر أن احنا نتخنقها بناء على البحث الوثائقي السليم غير طبعا الضغط الشعبي والضغط السياسي هو مؤكد أنه هيبقى فيه ضغط شعبي من مصر يعني دي أملكنا يعني بالزرح لكن مدى الاستجابة؟ لأن هي قطعة فريدة جدا جدا وعلى أساسها تم مثلا فك شفرة لا بس هما في المعرض التي بيعملوا مشروع لعرض متحف جديد في المتحف البريطاني ما حطوش فيها حجر رشيد لأن هما عارفين أنه قد يكون كمان عشرين سنة قد يعود إلى مصر لأنه القانون هما عشان يرجع لازم فيه قانون في بريطانيا يتغير فإحنا اللي بنحاول نعمله إن احنا بنشتغل كمان مع نواب في البرلمان البريطاني أنه يتم تمرير القانون ده بحيث أنه يسمح مش بس لحجر رشيد أنه يرجع لكن يسمح كمان للرخام بتاع البارثنان أنه يرجع الأكروبوليس في أثينا في اليونان فبنحاول أن احنا من خلال رفع الوعي يعني كل من سرق أثار ما عليه في المتحف البريطاني لأنه حتى اللورد إلجين ده على فكرة اللورد إلجين اللي سرق أثينا اللي سرق الأكروبوليس ماربلز اللي سعد ده كان الأنصر البريطاني هناك سعد واحد ما ويليام هاملتن جي برضو سعد في سرقة حجر رشيد فهما الاثنين مرتبطين بشكل كبير وعشان كده إحنا بنحاول نشتغل برضو مع الجالية اليونانية في لندن كل من سرق منه أثر ما يعود إلى بلده بالزبط